بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وبعد موضوعنا اليوم إن شاء الله تعالى جمع القرآن الكريم في هذا الموضوع سوف نتناول أو نبين لحضراتكم معنى جمع القرآن الكريم بمعنى ييهي أو بمعنى الأول والمعنى الثاني ثم نبين إن شاء الله المراحل التي مر فيها جمع القرآن الكريم الجمع الأول كان في عهد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الجمع في عهد سيدنا أبي بكر رضي الله عنه وأخيراً الجمع الذي كان في عهد سيدنا عثمان رضي الله عنه ورضي الله عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع القرآن جمع الشيء معنى في اللغة استخصائه والإحاطة به تقول مثلاً جمع فلان علم كذا يعني إيه استوعبه فكلمة الجمع في اللغة لها معنيان إما معناه حفظه في الصدور والمعنى الثاني حفظه في الصطور يعني الكتابة المعروفة إذن معنى كلمة الجمع لها كم معنى لها معنيان ده في لغة العرب اللغة العربية المعنى الأول جمعه بمعنى حفظه في الصدور اللي هو الحفظ المعروف المعنى الثاني حفظه في الصطور يعني كتابته ولذلك المؤلف بدأ بهذا الموضوع قوله بقوله جمع الشيء معناه في اللغة استقصائه والإحاطة به تقول جمع فلان علم كذا يعني استوعبه وأحاط بمسائله فجمع القرآن معناه استيعابه والإحاطة به وذلك يكون بطريقيني طريق الأول اللي هو الحفظ كله وكتابته كله الأول إحاطة به في الصدور والثاني إحاطة به في الصطور طب الجمع الأول الذي معناه حفظه في الصدور متى تم تم منذ اللحظة الأولى من نزول القرآن على خضر النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن نزل القرآن الكريم بواسطة أمين الوحي سيدنا إبريل عليه السلام على أمين الوحي في الأرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فحفظه رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظه الصحابة رضوان الله عليهم ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما كان ينزل عليه القرآن كان يتلهف وكان من شدة تلهفه يعني أن الله عز وجل طمأنه فقال لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا إيه بيانه فطمأنه الله تبارك وتعالى قال له يا رسول الله اطمئن فهذا أمر قد ضمنته لك الله عز وجل طمأن رسوله صلى الله عليه وسلم وقال له اطمئن إن علينا إيه جمعه كلمة الجمع هنا معناها إيه الحبص اطمئن يا رسول الله فلسوف يمنحك الله عز وجل هذه المنحة الإلهية فإذا قرأناه بواسطة من بواسطة أمين الوح فإذا قرأناه فاتبع قرآنه يعني اتبع إيه قراءته هذا هو ما عبر عنه الإيه المؤلف اللي هو صاحب الكتاب اللي احنا بنشرح منه المحاضرات وقد ورد التعبير به أو في الروايات الصحيحة لمن حفظه كله وكتابته كله بحفظ الجم فمن الأول ما ورد أن أنسا سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه سُئل عن من جمع القرآن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا أنس سأله سائل عن الذين جمعوا القرآن في عهد من في عهد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني المخطوط بالجمع هنا الإيه الكتابة والله الحفظ الحفظ لأنه لسه أو لا زال الوقت لم يأتي حتى يعني يجمع القرآن بالمعنى الثاني اللي هو الكتابة لما سؤل عن ذلك فماذا قال سيدنا أنس قال عبد الله بن عام جمعت القرآن فقرأت به كل ليلة ومن الثاني قول أبي بكر لزيد بن ثابت رضي الله عنه تتبع القرآن فاجمعه يعني ابحث عنه عند من الذين كانوا يجمعون القرآن من فم النبي صلى الله عليه وسلم يعني أكتبه كله وسيأتي هذا الحديث في حينه إن شاء الله جمع القرآن بمعنى حفظه على عهد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نأخذ مرحلة مرحلة إن شاء الله يبقى المعنى الأول اللي هو ماذا جمع القرآن بمعنى حفظه على عهد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد كان في ذلك العهد عوامل كثيرة تدعو إلى تلاوة القرآن وحفظه كان هناك عوامل كثيرة تدعو إلى ماذا؟ إلى حفظ القرآن حفظاً جيداً وتعليمه للغير وتحمل على النشاط في ذلك وكانت هذه العوامل مختلفة متنوعة إيه العوامل ديت يا إخوانا؟ إيه العوامل التي ساعدت الصحابة رضوان الله عليهم على أن يحفظوا أو على أن يجمعوا القرآن الكريم بالمعنى الأول قالوا أو قال العلماء فمنها ما يرجع إلى ظروف العرب أنفسهم العرب كان لهم ظروف خاصة بمعنى كان ذاكرتهم ذاكرة قوية ومنها ما يرجع إلى عظمة القرآن في ذاته لأن القرآن في أكثر من موضع ماذا قال وَلَقَدْ يَصَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فهل من مُدَّكِر؟ يعني القرآن سهل المهم أن أنت الله سبحانه وتعالى يشرح لك صدرك ومنها ما يرجع إلى الترغيب في تعلم القرآن وتعليمه يعني هناك ترغيب وهناك حث في أكثر من موضع في أكثر من رواية لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأنت حينما تسمع مثلا يعني حديث من هذه الأحاديث تكون داعية إلى أن تحفظ القرآن الكريم كقوله صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة يعني أنت لما تسمع هذا الحديث هذا سيدفعك إلى أن تحفظ القرآن أو تحفظ ما يصل الله لك من حفظه من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لا ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف أيضا خيركم من تعلم القرآن وعلمه لما تقرأ هذا الحديث أو تسمع هذا الحديث فيقول لك إيه دافع إلى أن تتعلم وأن تحفظ وأن تعلم هذا القرآن لغيرك لا لنفسك فقط فخيركم من تعلم القرآن وعلمه يعني هذا أمر يبقى هذا أيضا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات حينما تتعلم هذا العلم وخاصة ما يتعلق بكتاب الله عز وجل يرفعك الله سبحانه وتعالى ليس في الدنيا فحس ولكن في الدنيا والآخرة هذه طبعا دية يعني أمور ترغب الإنسان لحفظ والإقبال على كتاب الله عز وجل ونحن إن شاء الله بعد أيام سنقبل أو سيدخل علينا ضيف عزيز علينا سيكون همنا وشغلنا الشاغل ليل نهار هو كتاب الله تبارك وتعالى أما ما يرجع إلى ظروف العرب أنفسهم فإن البيئة نفسها كانت بيئة إيه يعني مناسبة جدا لكي تكون الذاكرة ذاكرة يعني نظيفة تستوعب ما تحفظه وخاصة ما يتعلق بكتاب الله عز وجل وما فيها من سماء صافية فالوقت ليس كما نعيش الآن كل ما يعيشه المسلم الآن يعني الأوقات لا تساعد لكن إلا إذا حاول الإنسان فسوف يهيئ الله له الظروف التي تتيح له وتكون عاملاً مساعداً لحفظ كتاب الله تبارك وتعالى أما ما يرجع إلى ظروف العرب كما قلنا أنفسهم فإن بيئتهم الطبيعية وما فيها من سماء صافية وشمس مشرقة وصحراوات واسعة يندفع فيها ضيق الصدر وانقباض النفس كانت بمزاياها هذه لها أثر الكبير في نشاط أنفسهم طبعاً هذه على مثل شك أنها تساعد الإنسان على ماذا؟ على تحصيل العلم وخاصة القرآن الكريم طبعاً هناك عوامل أخرى هي ذات الشأن الكبير في هذا المقام لتعلقها واتصالها بالقرآن الكريم نفسه وهذه العوامل منها ما هو خص بالرسول صلى الله عليه وسلم ومنها ما هو خص بالصحابة رضوان الله عليهم ومنها ما هو مشترك بين الجميع يعني هناك عوامل مشتركة إما هذه العوامل تعود إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو تعود إلى صحابته الأجلاء أو أن هذه العوامل هي عوامل مشتركة بين المعلم والقائد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين صحابته الكرام عوامل حفظ القرآن الخصة بالرسول صلى الله عليه وسلم ما هي طبعاً هناك عوامل كثيرة نذكر منها مثلاً على سبيل المثال تلقيه عن جبريل عليه السلام فالقرآن يأخذه عن من؟ عن سيدنا جبريل عليه السلام مع كون الله تعالى ضامنا له بهذا التلقي أن يجمعه له في صدره كما ذكرنا الآية لا تحرك به لسانك لإيه؟ لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه وأن يوسر له قراءته بلسانه ثم ماذا؟ ثم وعده مع هذا أن يبين له فيكون منه في حاجة إلى بيان وذلك كما قال الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه بيانه يعني تفسيره وهل فسر القرآن كله في عهل سيدنا رسول الله طبعا هذا كلام يطول شرحه سوف نوضحه لكم إن شاء الله في حينه يبقى الأمر الأول العامل الأول الذي كان يعني مساعدا لحفظ القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما هو؟ تركيه عن جبريل عليه السلام يعني أخذ القرآن وهكذا الأمر الثاني أو العامل الثاني إملاءه للقرآن على كتاب الوحي يعني سيدنا رسول الله يقول لمن كان مسؤولا عن كتابة الوحي ضع هذه حينما كان ينزل عليه الآية الكريمة أو الصورة الكريمة يدعو النبي صلى الله عليه وسلم كتاب الوحي وهم معرفون ضعوا هذه الآية في الصورة التي يذكر فيها كذا ويحدد النبي صلى الله عليه وسلم موضع الإيه الصورة الكريمة يعني معنى ذلك أنها أسماء الصور بهذا الكلام أو من خلال هذا القول يعني يفيد ماذا؟ أن أسماء الصور القرآنية أسماء توقيفية اللهم إلا هناك بعض الأسماء تحدث عنها العلماء وأضافوا إليها كصورة الفاتحة وغيرها من الصور الكريمة يبقى الأمر الثاني أو العامل الثاني ما هو؟ إملاؤه إملاؤ من؟ النبي صلى الله عليه وسلم إملاؤه للقرآن على كتباً واحد يسأل ولماذا لم يكتب النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه؟ ممكن سؤال يرد طبعاً النبي عليه وسكان أمياً وهذه معجزة بعد ذاته معجزة ليؤكد أن القرآن هذا ليس من كما يدعي البعض أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو من عند الله تبارك وتعالى وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم يبقى كلام رب العالمين وإنه لتنزيل رب العالمين آية آية تذبت هذا وإنه اللي هو من؟ القرآن الكريم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك يبقى دي إفادة بماذا؟ أو التأكيد على ماذا؟ على أن القرآن من عند الله جماعة المستشرقين بيأخذوا بعض الآيات هذا يدل على أن القرآن في آيات من عند النبي أو الصور من عند النبي هذا كلام لا يقوله إلا حاقد للإسلام ونبي الإسلام يبقى هذا ولذلك ربنا ماذا قال؟ ولو كان من عند غير الله لا وجدوا فيه إختلافاً كثيراً يبقى إملائه للقرآن على كتاب الوحي هناك صحابة يعني وظيفتهم الكتابة فقط كل ما يظهر عن النبي صلى الله عليه وسلم يكتب ويسجل فإن من حفظ شيئاً ثم أملاه على غيره كان ذلك من عوامل ثباته في نفسه تجربة مهمة جداً لو أنك مثلاً أردت أن تقرأ في كتاب وأردت أن تثبت المعلومة في ذهنك فحاول أن تكتب ما تفهمه أو ما تعفظه فإن هذا سيساعدك كثيراً على ترسخ هذه المعلومة في ذهنك جيداً العامل الثاني ما هو؟ مرة ثانية إملاؤه للقرآن على كتاب الوحي ولتؤكد مرة أخرى على أن القرآن من عند الله عز وجل العامل الثاني كفرة رجوعه إليه وتفهمه له كفرة رجوعه إليه وتفهمه له فإنه المصدر الأول للتشريع عندنا مصادر التشريع كم مصدر؟ القرآن الكريم السنة النبوية وبعدين نعم نعم أحسنتم أحسنتم وهناك مصادر طبعاً مختلف حولها المهم أن المصدر الأول ما هو؟ هو كتاب الله تبارك وتعالى ثم يليه مباشرةً أقوال النبي صلى الله عليه وسلم أقوال النبي صلى الله عليه وسلم المرجع في بيانه لأن الله تعالى هو القائل وأنزلنا إليك الذكر لماذا؟ لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون طبعاً هناك في السنة بيانت أشياء كثيرة أجملها القرآن الكريم أليس كذلك؟ يعني مثلاً لما أو يمكن أنا أسقط لكم بعض الأمثلة فيما سبق الله عز وجل في صورة النساء حينما قال حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم إلى آخر الآية ثلاثتاشر ثم قال والمحصنات من النساء يعني المرأة المتزوجة وأين من تحريم الجمع بين المرأة وعمتها هل موجودة في القرآن؟ أو الجمع بين المرأة وخالتها هل موجودة في القرآن؟ إذن السنة بيانت الأشياء التي لم تأتي في القرآن الكريم صراحةً وإن كانت جاءت ضمنا وأطيع الله وإيه؟ وأطيع الرسول إلى آخر ما هنالك أيضاً الأمر الرابع معارضة جبريل له بالقرآن في رمضان كان كل سنة في شهر رمضان طبعاً تعفيني القرآن نزل متى؟ في شهر رمضان في الليلة المباركة في الليلة التي قال عنها ربنا تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إنا أنزلناه في ليلة مباركة كل دي ليلة واحدة هي ليلة واحدة يعني حتى لا يعني لا يلتبس عليكم الأمر أن هناك ليلة اسمها ليلة القد أو الليلة اسمها الليلة المباركة كل دي كنت لا إيه؟ ليلة واحدة فالليلة المباركة هي ليلة القد وليلة القد وليلة القد متى كانت؟ كانت في شهر رمضان طبعاً كل عام كان سيدنا جبريل عليه السلام يعارض النبي صلى الله عليه وسلم معنى يعرض يعني إيه؟ يتتبع قراءة أن يعرض عليه الإيه ليست من المعارضة يعني الإيه الأمر آه إنما يعرض يعني يراجع القرآن مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم في كل عام من رمضان وفي العام الذي توفي فيه عارضه مرتين دي إشارة لدنو أجل النبي صلى الله عليه وسلم يبقى الأمر الرابع معارضة جبريل له بالقرآن في رمضان من كل عام وفي العام الأخير من حياته الشريفة عارضه مرتين حتى إنه صلى الله عليه وسلم فهم من ذلك قرب أجله دنو أجله صلى الله عليه وسلم دي العوامل التي ساعدت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كم عامل يا إخوانا أربع عوامل حفظوهم قويس لربما يأتي سؤال في هذه الإيه لربما قد يأتي أو قد لا يأتي هناك عوامل طبعا في عهد الصحابة ردو الله عليه عوامل حفظ القرآن اللي ساعدت الصحابة أن يحفظوا القرآن حفظا جيدا طبعا نحن بنذكر هذه العوامل لماذا لتكون لنا مثالا نحتذي بها العوامل التي ساعدت الصحابة ردوان الله عليهم ما هي طبعا العامل الأول هو نفس العامل الذي كان في العوامل المتعلقة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو إيه القرآن هو المصدر الأول للتشريع طبعا المصدر الأول للتشريع هذا العلماء كلهم أجمعوا عليه ليس هناك إختلاف في هذا الآم إنما الإختلاف في المصادر الأخرى الفرعية إنما هتكلم عن ما اتفق عليه العلماء كلهم بلا استثناء القرآن والسنة والإجماع يبقى القرآن هو المصدر الأول للتشريع وقد كانوا أميين لا يكتبون فلا يكن لديهم وسيلة لمعرفة معانيه التي يستطيعون فما دون رجوع إلى الرسول سوى حفظه فكان الواحد منهم إذا أراد أن يتثبت من عفظ آية فعليه بالرجوع إلى من؟ إلى الأستاذ والقائد والمعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب الأمر الثاني يا أخوانا ما ورد أن القرآن يشفع يوم القيامة لمن كان من قرائه في الدنيا لما أنت تقرأ هذه الحديث مثلا هذا يعمل لك مؤمن يرغبك ترغيبا شديدا في حفظ القرآن لم تعرف أن القرآن سيشفع لك عند الله عز وجل سيكون حافز أنك أنت تحفظ القرآن الكريم وتحاول أن تلازم على حفظ القرآن الكريم يبقى ما ورد أن القرآن يشفع يوم القيامة لمن كان من قرائه في الدنيا فقد قال صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه صلى الله عليه وسلم طيب واحد ممكن يسألني سؤال طيب ما حكم من لم يجيد القراءة يعمل طبعا القراءة لا شك إن القراءة لأن القراءة يجمع بين الحسن القراءة يجمع بين الحسن بين القراءة والإيه القراءة والإيه القراءة والإيه والإيه والسماء يبقى الاثنين معا أما من لم يجد القراءة فعليه أن يستمع فعليه أن يسمع القرآن الكريم ولذلك أول ما ندل من القرآن اقرأ باسم ربك الذي خلق يبقى ما ورد أن القرآن يشفع للعبد يوم القيامة لمن كان من قرائه في الدنيا قوله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لمن؟ لأصحابه وفي رواية يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا المهم طبعاً المسألة أنك لا تحفظ فقط ليست العبرة بأن تكون حافظاً فقط ولكن العبرة بمن يحفظ ويعمل بما حفظ يبقى الإنسان من علم بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم وهذا هو العلم اللدني هذا العلم اللدني يعني المسألة ليس مسألة أنا أحفظ القرآن بالقراءة السبعة والقراءات العاشر لكن أنت في واد وأعمالك في واد آخر هذا لا قيمة لو عند الله عز وجل فاللي يحفظ القرآن ويعمل به كمثل الأطرجة عارفين الأطرجة؟ يعني الثمرة لديها ليحة زي مثلاً تفاحة لها رائحة جميلة وطعمها حل الأمر الثالث كان النبي صلى الله عليه وسلم يفاضل بينهم بالقرآن يعني ليس كل سواء لا ليحفظ صورة البقرة أو صورة العمراء ليس كمن لا يحفظ شيئاً أو من يحفظ القرآن أو نصف القرآن كمن لا يحفظ ربعة وهكذا فكان النبي صلى الله عليه وسلم يفاضل بينهم بالقرآن فيؤثر المتفوق فيه بالمنازل الكبيرة يعطيه مناصب ونحن في هذه الدنيا مثلاً بنعقد مسابقات لأبنائنا الطلاب في مثلاً في شهر رمضان وغيره ليكون حافظ على أن يحفظوا كتاب الله عز وجل بل إن الدولة نفسها ترصد مئات بل عشرات الألوف من الجنيهات لأبنائنا الشباب في العام أكثر من مرة وهذا أمر طبعاً تحمد عليه الدولة الأمر الثالث كان النبي صلى الله عليه وسلم يفاضل بينهم بالقرآن فيؤثر المتفوق فيه بالمنازل يؤثر يعني إيه؟ يعني يخص والمناصب الرفيعة فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال يأم القوم أقرأهم لكتاب الله هذا فيصل يعني ليس كنا نحن تنازع وإنما من كان يحفظ أكثر فهو أحق بالإمام يأم الناس في الصلاة هذا حفظ لمن؟ لهؤلاء الذين يريدون أن يحفظوا كتاب الله تعالى يأم القوم من؟ أقرأهم لكتاب الله أكثر كراءة يقدم في الإمامة حتى ولو كان أقل أو أصغر من الذين يأمهم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا وهم ذو عدد ذو عدد يعني أصحاب أعداد كبيرة فاستقرأهم فاستقرأ كل واحد منهم يعني طلب منهم أن يقرأ عليه القرآن كلمة استقرأ يعني إيه؟ طلب من كل واحد منهم أن يقرأ عليه الإيه ما كان يحفظه فاستقرأ كل واحد منهم ما معهم من القرآن فأتى على رجل من أحدثهم سنًا اللي هو إيه؟ أصغرهم إيه؟ سنًا فقال ما معك يا فلان يعني ما معك من القرآن فقال معي كذا وكذا أخذ يعدد ما معه مما يحفظه من كتاب الله وصورة البقرة فقال أمعك صورة البقرة؟ صورة كبيرة قال نعم قال اذهب فأنت أميرهم أصبح أمير بفضل من؟ صورة البقرة وأنا أذكر حينما كنت في كتاب القرية لما حفظت صورة البقرة جاء الشيخ إلى والدي وقال ابنك هذا قد أتم حفظ البقرة طبعا يريد أن يأخذ من والدي جائزة فأعطاه الوالد يرحمه الله يعني جائزة مالية بسيطة ولكنها كانت في ذات الوقت أو في هذا الزمن كانت تقدر يعني بشيء كبير جدا يعني شوف انظر يرحمك الله إلى هذا مع إنه صغير جدا في السن أمره النبي صلى الله عليه وسلم بسبب ما معه من القرآن صورة البقرة اذهب فأنت أميرهم يبقى دي العوامل الخاصة بمن؟ بالصحابة يبقى في عوامل خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم عوامل خاصة بالصحابة رضوان الله عليه هناك عوامل مشتركة بين الصحابة رضوان الله عليهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم دي كلها إحنا كلها دا مدخل عشان بعد كده نتكلم على الإيه كيف جمع الصحابة رضوان الله عليهم القرآن بالمعنى اللي احنا عارفونه الآن وأصبح هذا القرآن أمامنا الآن بهذه الصورة أصبح كتاب الله عز وجل بين أيدينا الآن بهذه الصورة التي نراها الآن أي العوامل المشتركة بين الصحابة رضوان الله عليهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم العامل الأول توفر في القرآن الكريم في الخصائص البلاغية والمزايا البيانية ما جاوز مقدمة العرب وبلغ به إلى مرتبة الإعجاز طبعا القرآن الكريم بلغ الغاية في البلاغة والفصاحة مع إن القرآن الكريم نزل على أهل اللغة وأهل الفصاحة وأهل البلاغة طبعا القرآن تحدهم في أكثر من موضع تحدهم مرة أن يأتوا بالقرآن الكريم كله فعجزوا ثم تحدهم بعد ذلك أن يأتوا بعشر صور عجزوا ثم تحدهم أن يأتوا بصورة واحدة فعجزوا مع أنهم أرباب فصاحة وأرباب بلاغة يبقى ثبت أن القرآن ده كلام كلام الله تبارك وتعالى اسمها مراحل التحدي مراحل التحدي يبقى تحدهم أولا بالقرآن كله أولا عجزوا عشر صور ثم يبقى كان مرحلة تسمى هذه المراحل بمرحلة ماذا؟ مراحل التحدي يبقى الأول توفر في القرآن الكريم أو توفر في القرآن الكريم من الخصائص البلاغية والمزايا البيانية ما جاوز مقدرة العرب يعني عندنا في آية قصيرة جدا في قول الله تعالى إيه مثلا أي آية اختر أي آية في القرآن الكريم تجد فيها إعجاز والإعجاز على أشكاله وأنماطه إما أن يكون إعجاز تشريعي إعجاز بلاغي إعجاز بياني إعجاز عددي ولا أدل على ذلك من الحروف المقطعة التي بدأت بها بعض صور القرآن الكريم وأنا طبعا ذكرت لكم هذا النموذج في المحاضرة السابقة الحروف المقطعة التي بدأت بها بعض صور القرآن الكريم وهي كم صورة؟ تسعة وعشرين صورة على أدت حروف الهجاب تسعة وعشرين صورة يعني ما تمسك المصحف كده من أول صورة الفاتحة تذكر صورة البقرة آل عمران إلى آخر الصورة الكريمة تسعة وعشرين صورة منها سبع صور بالترتيب ترتيب في النزول وترتيب في المصحف الشريف من أول صورة الغافر فصلة الشورى الزخرف الدخان الجاثية الأحقاف كل هذه الصور كلها مرتبة ترتيبا في النزول وترتيبا في المصحف الشريف هذا إعجاز إعجاز نعم نعم هذا في حد ذاته إعجاز لأن نخلبنا إن القرآن الكريم الترتيب الذي نحفظه الآن وهو موجود في المصاحف التي بين أيدينا ليس هذا الترتيب هو الترتيب في النزول يعني مثلا صورة الفاتحة أولا يليها صورة البقرة هل معنى ذلك أن صورة البقرة نزلت بعد صورة الفاتحة لا أول ما نزل من القرآن الكريم صدر صورة العلق اقرأ به هل معنى ذلك ومع أنها وضعت في آخر المصحف هناك خلاف هناك يعني يعني فرق بين ترتيب الترتيب في المصحف والترتيب في النزول لو أننا رتبنا القرآن على حسب النزول لشق ذلك لهذا أمر عسير جدا ولم استطعنا أن نقوم بهذا الأمر هذا أمر عسير جدا كيف كيف نضع هذه الآية بعد هذه الصورة وبعد هذه الآية بعد هذه الآية هذا أمر صعب جدا نحن هذا الترتيب كما قلنا ترتيب توقيفي النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ صورة البقرة ثم يليها آل عمران وهكذا يبقى ترتيب إحنا لا لا يستطيع أحد أن يتدخل في هذا الأمر لأن أمر إيه توقيفي يبقى صورة الفاتحة البقرة آل عمران النزال المائدة الأنعام ملاح هذا الترتيب اسم الترتيب إيه مصحفي وذلك كما قال أخونا برك الله فيه لماذا نقرأ أن صورة كذا نزلت بعد صورة كذا أمر توقيفي يعني لا مجال للاجتهاد يعني ليس هناك أو لا يستطيع عالم أن يقول لا هذا أمر بعدك لا إنما حمرنا بالاتباع في هذه المساعد طبعا صور الحومين بالذات على وجه الخصوص نزلت مرتبة هكذا نزولا وترتيبا يعني لما تقرأ تفتح المصحف كذا مثلا صورة إيه مثلا فصلت نزلت بعد صورة السابقة اسمع وهكذا يعني ترتيبا متناسبا نزولا وترتيبا مصحفيا واكذا يبقى إذن الأمر الأول كما قلت لكم اللي هي الأمور المشتركة أو العوامل المشتركة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الصحابة الأجلاء أول شيء توفر في القرآن الكريم من الخصائص البلاغية والمزايا البيانية وتضعن العلماء وعلماء البلاغة خاصة ضربوا لنا أمزل كثيرة في هذا الأمر وقالوا لنا صلى الله عليه وسلم وذلك ولكم في القصاص حياة يومي الألباب طبعا تدرست هذا الأمر عندك قلية يعني شوف مع إيجاز هذه الآية إلا أني فيها بلاء كبيرة جدا العلماء تكلموا فيها وأوصلوا هذه هذه الأوجه إلى تقريبا عشرين وجها من أوجه البلاء مثلا خذ العفو أو البلوار فوار عن الجاه بعض الناس مثلا كتب في البلاغة أو الأمور المتعلقة بالبلاغة في آية الدين اللي هي أطول آية في القرآن الكريم يا أيها الذين آملوا إذا تدا يبدو بدين كتبت يعني مؤلف في هذا الأمر واستنبط لنا الوجوه البلاغية من خلال آية الإي الدين والقرآن الكريم غني بآه الأمر الثاني ما في تلاوته من الأجر العظيم والثواب الجزيل قال الله تعالى إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة يلتر يعني هذا أمر مشترك أو هذا عامل من العوامل المشتركة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين صحابته الأجلاء أيضا قوله صلى الله عليه وسلم كما قلت لكم منذ قليل خيركم من تعلم القرآن وعلمه وهذا طبعا حديث رواه الإمام المخاري إلى غير ذلك من الأحاديث الكثير جدا أيضا العامل الثالث العامل 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 الثالث العامل ما هو البلاغي والعامل الثالث ما هو ورد من الوعيد الشديد ونوفر ما ورد من الوعيد الشديد لمن خفض صورة من القرآن أو آية ثم نسيها هذا أمر يعني يعني عليه وعيد من يحفظ آية عليه أن يحافظ على حفظها وأن يعمل بها وإلا دخل في هذا الوعيد يعني أنت خفظت آية ثم خفظت صورة أو يسر الله لك الأمر فحفظت القرآن كله كله فحفظ على هذه النعمة وهذه الإبا من الله تبارك وتعالى وإلا دخلت في ماذا في هذا الوعيد ما ورد من الوعيد الشديد لمن حفظ صورة من المرآن أو آية ثم نسيها أو أنساه الشيطان ولا شك أيها الإخوة أن كثرت هذه البواعي البواعي اللي هي الأشياء التي ترقبك والعوامل التي تحمل على حفظ القرآن الكريم تقتضي أن حفاظ القرآن كان في عهده صلى الله عليه وسلم كثرة كثيرة كان واحد ولا اثنين ولا تلاكن كثيرين جدا لكذا بعد كده هنتعرف على كده بعد القرآن اللي هم تقريبا سبعين قارئا للقرآن الكريم قد استشهد في بعض المواقع في بعض المواقع الحربية يعني بعض الغزوات ولذلك كان الهدف أن القرآن يشمع كما حدث في عاد سيدنا أبي برد رضي الله عنه وهذه تلك العلة من هذا الأرض يبقى يبقى لا شك أن كفر هذه البواعد التي تحمل على حفظ القرآن الكريم تقتضي أن حفاظ القرآن كانوا في عهده صلى الله عليه عليه وسلم قيل ولا كفرة كفرة للعوامل التي ذكرتها لم سواء ما كانت متعلقة بالنبي صلى الله عليه وسلم أم كانت متعلقة بالصحابة أم كانت مشتركة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الصحابة لدوام الله عليه ومما يؤيد هذا ما ثبت أن كثيرا من الصحابة اشتهروا في عهده صلى الله عليه وسلم بحفظ القرآن حتى كانوا يعرفون باسم القرآن كان هناك ناس يعرفون باسم القرآن يعني ناس مهمتهم القراءة فقد فقد روى الإمام البخالي عن أنس رضي الله عنه أنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم سبعين رجلا لحاجة لأمر ما يقالوا لهم القراء فعرض لهم حيان ابن من بني سليم رعل وذكوان عند بئر يقال للنبي صلى الله عليه وسلم فقتلوه قتلوا هؤلاء فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عليهم شهرا أخذ يدو النبي عليه وسلم شهرا كاملا حتى في القنود عليهم في صلاة القنود وذلك بدءا يعني استمر النبي عليه الصلاة وسيجد عليهم إيه لأنه إيه قتلوا هؤلاء أخذ النبي عليه الصلاة والسلام يد عليهم في الصنوات وخاصة في صلاة إيه في صلاة هذا يدلنا على ماذا على أن الصحابة للغاية الله عليهم كانوا إيه كانوا كثر يعني ليسوا واحد ولا اثنين ولا تلاتة وإنما كان عليهم إيه كثير جدا وروي من حديث عن أنس قال مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجمع القرآن غير أربع مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجمع القرآن غير من أربعة سيدنا أبو الضرداء وزيدنا مهاذ بن جبل وسيدنا زيد بن ثابت وأبو زين طبعا العلماء هنا وهما يعني يذكر هذه الروايات يقولوا ليس لعدد محصورا في هذا العدد يعني بعضهم يذكر عدد وبعضهم يزيد بعض الأعداد ويقولون أن العدد ليس مفهوما أو ليس محصورا في هذه الروايات لأن هناك يعني أعداد كثيرة جدا غير الأعداد التي كانت مذكورة في هذه الروايات إذن يظهر بما تقدم أن الإشكال الذي في كلام سيدنا أنس وهو منافى يعني هناك روايات فيها منافى لبعض الروايات الأخرى يعني تذكر أعدادا غير الأعداد التي ذكرها أحد الصحابة ربوات الله عليهم يعني مما يدل على أن هناك منافى لا ليس هناك منافى بين هذه الروايات القرآن كان حينما ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم كان بعض الصحابة كان مشغولا مثلا بصفر من الأصباح أو كان النبي عليه الصلاة كان يرسله إلى بعض بعض البلدان سيأتي فيسأل الصحابة هل نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء يعني يمكن يكون معه بعض الأمه بعض الآيات وبعض الصور لم يكن عندها الغير من صحابة رسول الله صلى الله وسلم إذن إن كثيرا من الصحابة اشتهروا بحفظ القرآن الكريم حتى عرفوا باسم القرآن وهم كثر والحمد لله سهب بعض العلماء إلى أنه ينفهي طبعا لديه كلها روايات يعني هذه وتدل على أن الصحابة كان على نهم كثير في حفظهم للقرآن الكريم طب جمع القرآن بمعنى كتابته ننتهينا من جمع القرآن بمعنى حفظه وذكرنا لكم الأدوات التي ساعدت النبي صلى الله عليه وسلم حفظ القرآن والأدوات التي ساعدت الصحابة لدوام الله عليهم على حفظه والأدوات التي كانت مشتركة بين من بين النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وهذا هو المعنى الأول بمعنى حفظ القرآن في الصدور المعنى السلس إن شاء الله بمعنى المعنى السلس هو بمعنى الكتابة سوف نعيش معه إن شاء الله المحاضرة القادمة إن شاء الله إذا أخذنا المعنى الأول وهو حفظ القرآن بمعنى حفظه في الصدور المعنى الثاني حفظه في الصدور فنكتفي بهذا ونسأل الله لنا ولكم اللي والتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم شكرا ترجمة نانسي قنقر